يصد صباحكم جميعاً وأهلا وسهلا فيكم بنهار جديد وحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صح صح صباح الفوز صباح الانتصار صباح الفرحة الأردنية اللي بتلبق لنا صباح النشامة اللي رفعوا راسنا بأداء مميز وبمباراة تاريخية أبسطونا وأمتعتونا وفرحتونا وإحنا اليوم يعني ممنونين لمنتخب النشامة وللكادر الفني وللكادر الطبي ولكل شخص يعمل خلف هذا المنتخب وهذا الفريق الرائع اللي أدى من بارح أداء بطولي وأداء أردني تاريخي إحنا لأول مرة منشوف كرة القدم الأردنية بهذا التميز بهذا الاحتراف خصوصاً أمام فريق مثل فريق كوريا اليوم إحنا مبسطين كتير وأكيد رح نحكي أكتر عن مباراة يوم أمس ورح يكون في معنا اتصالات هاتفية مهمة أيضاً خليكم معنا من هلأ لغاية الساعة 12 نادية للأسف ما قدرت أنها تكون موجودة كتير كانت حابة اليوم تكون موجودة ولكن زيت شوي مريض وتعبان فسلامة قلبه وإن شاء الله أكيد الفرحة توصل لقلوب كل جماهير الأردن ومش بس بعمان وإنما بكل المحافظات ومختلف أرجاء الوطن العربي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هنأ المنتخب الأردني عبر منصة أكس وقال أدها النشامة أو قدها النشامة رفعت راسنا مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي كأس آسيا راية الأردن مرفوعة دوماً بهمة أبنائه وعزيمتهم حي الله النشامة يعني مبارح أنا بالساعات لما قبل هذه المباراة كنت عم بحضر تحليلات رياضية من لبنان ومن الإمارات ومحللين رياضيين وكانوا عم بيحكوا للأسف بصيغة أنه الحمد لله المنتخب الأردني وصل لهون كرة القدم فيها حظ فبالتالي اليوم المنافسة جداً صعبة مع المنتخب الكوري وهذا كلام صحيح أكيد المنتخب الكوري منتخب له باع طويل وخبرات متتالية واللاعبين اللي عنده بيلعبوا بأهم الفرق العالمية ولكن من الدقائق الأولى كان واضح قديش النشامة كانوا مسيطرين وقديش كان فيه لعب مش حشوائي مضبوط كان فيه بعض الفرص اللي اخسرناها ببداية المباراة ولكن كان فيه سيطرة وكان فيه تملك على الكرة واضح جداً فبالتالي لكل اللي راهن أنه منتخب النشامة وصل بالحظ ولا وصل لأنه والله يعني هيك الدنيا عم تضحك لنا مباراة 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 أثبتت للجميع بأنه منتخب النشامة منتخب محترف منتخب وفريق كامل متكامل وقدم مباراة تدل على أداء مميز جداً ولعب غير عفوي وغير عشوائي فبالتالي فوز يوم أمس مش بس كان فوز ووصولنا إلى نهاية كأس آسيا وإنما كمان إثبات لكل من قال بأنه إحنا وصولنا كان لأننا لعبنا مع الفريق الفلاني ولأنه الحظ كان معانا مباراة 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 خلص قول يعني رسمي زي ما بيقولوها يعني من أكتر الوجوه أنا ما بدي أحكي عنه على الصعيد الشخصي بس من أكتر الوجوه اللي شفنا فرحته بكل مباراة من بداية كأس آسيا تعبيراته الفرح اللي كان بعيونه كان بعبر عن فرحة كل أردني وأردنية بصدنا اليوم يكون معانا عبر الهاتف نائب رئيس اتحاد كرة القدم الأردني معالي السيد مروان جمعة يسعد صباحك يسعد صباحك هذهكي ست رحف وشفنا هذه هلا ندوش اليوم مش موجودة إيه أنا ما أنا طبي يا الله ست فرحة ست رحف بس يسعد صباحك يعطيكم العافية وألف ألف مبروك للمنتخب الأردني ولألكم جميعا ولسمو الأمير علي ويعني فرحة أردنية رسمتوها على وجوهنا خبرنا عن أجواء الأستاذ مبارح بداية بعدين نبدأ نحلل المباراة شوي شوي نحنا تفعلنا فيه لعبنا فيه ربع نهاية وغربنا فيه لما رفتح العب فيه نصف نهاية كمان تفعلنا بزيادة ملعب حلو كثير نعم أول شيء ملعب بيتي كأنه كله أردني في ألف كوري والباقي كله مردنية فحضور عظيم كان الجو الجو مخيف ولأنه المباراة كانت حلو كثير اللعب كان عظيم كوريا ما توقعوا ورحنا نلعب هذه الطريقة يعني فاجاناهم نعم ونجلوا من أول ثانية وفرص من أول ثانية وأهداف عظيمة وطبعا تأخذوا لآسيا تاريخي بالنسبة لنا فنحيلي الأجواء كيف كانت أرض الملعب والوجود الألترز من الثلاثة الأردنية وجود الروابط اللي كاني هز هز الملعب نعم فارحة يعني سعلا نحكو هز الملعب كان الملعب فعليا بهز عظيمة عظيمة طبعا وأنا كنت عم بحكي أدي كان في محللين كانوا عم بيحكوا بأنه اليوم يعني المباراة عم بيحكوا قبل مباراة أمس بأنه وصول الأردن يعني كان ممكن ممكن كان فيه حظ في كتير ناس أنا عم بحكي من المحللين الرياضيين العرب ولكن المواجهة مع كوريا هي مختلفة تماما مبارح مفاجأة أداء احترافي وما حدا بطلع له يحكي عن المنتخب غير أنه يعني سيطرة من بداية المباراة إلى نهايتها يمكن مفاجأة للجمهور أو بعض الناس وقعوا طريق الكوري يخوفنا نعم مدرن حكا احترموا الخصم بس ما تحترموه أو تخافوا منه زيادة عن المزوم لأنه نحن عارفين شو في عنا عارفين إمكانياتنا عارفين قدرتنا عارفين المواهب اللي عنا وعارفين وشايفين لعبنا ونحن ندخلين وافقين من نفسنا وعارفين رح نقدر ننافس ورح نقدر نغلب وهذا من الأول بطولة العقلية اللي زعناها في عقل اللاعيب وإنه كمان باقينا بالموضوع نحن مش جايين نشارك هون مش جايين نطلع من الدور الإخصائي وننبسط وجايين نوصل على ربعين نهاية نحكي أنجزنا قلنا ارفع شخص التوقعات هدفنا زي أي فريق قوي ناخد البطولة وإحنا سبحان الله نحن نزلين بفندق بطل الطابق اللي نتقدم نتعاش نصر فيه بطلع ملعب لوسيل ملعب النهاية وكنا من أول يوم نحكي نحن نازلين هون لسبب يقدر نستر نازلين هون لسبب نتطلع كل يوم على هذا الملعب نخلي عيننا عليه عشان بالآخر ندخل نوصل لهذه النهاية وهين وصلنا صراعنا التاريخ بس دائما بعد بكل مبرارة نحكي نفسه جملة نفرح من المبسط نحكي نفسه جملة مهمة ما انتهت مهمة ما انتهت نعم فهلأ عم نركز مهمة ما انتهت بس ما عم نحط علىها نضغط زيادة كلها عادي حاجة من مسؤولية بس عم نحكي للأعيبة نبسطه كل ثانية اسطعوا ذكريات هلأ ما تنعادل الواحد يحاول يدور على الفرح افرحوا هلأ وانتوا عايشين كل لحظة وما تنسوها لانه كمان الكرة كل فرحان نصنعنا يعني جبنا الفرح كل أردني أردنية نحننا الفرح تبقية كل أردني أردنية ولاحلنا في غزة في ظروف الكل عم يدور فيها على الفرح حتى ولو ساعة ساعة ونص نتنسسين لوضعنا حينا فيها والكرت القدم اللي كان بيستقيل فيها شافة هم ميتها الرياضة كيف تنم الكل كيف تتوحد الشارع كي بتوحد الصف الفرحة كي بتغير المود بشكل كبير على بلد ككل الحمد لله بس كمان هاينا حمسين اليوم السبت إن شاء الله إن شاء الله اليوم عندك توقعات هل كمنتخب أردني عندكم أفضلية يعني نلعب مع قطر أو إيران ولا زي ما صرحت على النصف نهائي مش مهم من مع مين نلعب فريقين فريقين خوايا هلأ طبعا قطر بلعب بيتي راح تقول لهم نعم نلعب معهم إيران إيران فريق قوي جدا شفنا جمل مع اليابان وعنده تاريخ كل قدم عريق يعني فما رح تكون مبارا ساني النهائي بيسير في هاي شي النهائي غير رعي ببراي يعني العصراب بتأثر كتير الوضع الذهني بأثر كتير يعني نجاح الزية ما بيستكل خطاء عادة بفوز ما هي شي ممكن يسير يعني ففتي ففتي حيثتنا زي أي فريق تاني ويعني وصل اللقم هلا يعني ها قربنا نحيطال آس نمشي عن نفس الوتيرة نفس الاسلوب اللعب نفس الثقة ونفس المواهب اللي عنا أنا أهم شي الناس شافت نحن نحكي فترة هذا أحسن جيل في تاريخ الكوري الأردية وبيّن هذا جيل بيّنت المواهب اللي عنا الهجوم اللي عنا لما يكونوا ماسكين الطاد ونازين على الهجوم الدفاع بطبع يعرف شو مين يمسك شوفت نبالح يعني رخمة الدفاح الكوري كأن من يحضر مباراة لمسي والتعمري في جزء اتعدى خمسة مع بعض يعني حتى أخوي كنت عم بحضر القيامة وقال لي شو هادا هدول أردنية يعني إحنا لأول مرة منشوف هاي المواهب فهذا بحث ذاته إنجاز إنه خلي الناس تعرف إحنا شو عنا بالمنتخب الوطني بالأولاد نراها في حدامة منيحكي بيحكوا على مسي ورونالدو هدول بالنسبة لهم ويحدود بنيس من الأبطال على صحابة الناس تحكي فحمري يزن علي يزيد إحسان صار في أسماء أردنية بدنا أبطال غير الأسماء التقليدية لأشتبيل لأسماء لو رأتها دائما هيدا مهم كتير كمان للأمامي للأجيال القادمة طبعا أنا بدي أشكرك شكرا كتير 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 معليك سيد مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد كرة القدم أنا بدي أحاول أجي على الدوحة أحضر الفاينل I will do my best يعني مية بالمية تحياتنا لكم تحياتنا لك كل فريق أنشامة ولسمو الأمير علي يعني منشكر جهوده وشفنا فرحته وإن شاء الله يا رب نفرح هيك كمان معكم عن نهاي نفرح مع بعض إن شاء الله إن شاء الله شكرا لإلك أمان الله Thank you شكرا لكم شكرا لكم